السلام عليكم أستاذ وسيم هذا الفيديو شكر خاص لك بصراحة على الدورة اللي قدمتها بارك الله فيك والله يزيك الخير حابة أقول لك بصراحة أنا ما عندي خبرة بالتريدينج أنا بعمل كربتو كرنسي وعندي خبرة زيرو يعني أنا بلعبها على مبدأ الحظ بصراحة بس بعد ما حضرت فيديوهاتك بصراحة أنا لسه ما خلصت الكورس يعني حضرت شي ست مقاطع فيديو بس بعد ما حضرت فيديوهات تبعك يعني كلامك منطقي والتحليل منطقي واستفدت كثير والله يعني صار الواحد عنده فكرة كيف يبدأ يعني كيف يبلش عرفت علي يعني ما أضر شي اسمه هذا الله يبارك فيك وجزاك الله خير كيبتوب استاذ السلام عليكم إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في تحليل البيتكوين اليوم سنرى لونك أي جديد في البيتكوين أي تغيير في البنية لكن قبل البدء دعوكم الاشتراك في قناة التليجرام المجانية الرابط ستجدونه في صندوق الوصف تضغطونه عليه من صندوق الوصف مباشر لهذا الفيديو في قناة اليوتيوب قناة العلم يعرفوا الكذب لا تأخذوا لا الاسم ولا الصورة هناك ناصة بين يقلل ناسم والصورة في التليجرام في jv التيك توك وفي كل مكان انتبهوا من هذا الامر يضغطونه على الروابط من صندوق الوصف في الفيديوهات قناة العلم ليعرفوا الذكذب في هذه القناة المجانية نضع أرباح المشاركين في دوراتنا تدريبية شهادات يم صوت والصورة ارباح شهادات صوت والصورة كما تلاحظون صفقات لايف مباشرة هذا يثبت قوة دوراتنا تدريبية وكذلك نضع اخر عروضنا وهو هذا العرض الذي سمينا عرض بوم الذي يحتوي على التحليل الموجي زائد البرايس اكشن اربعة وثلاثين فيديو مسجر خمسة وعشرين ساعة من الاسرار الاحترافي التداول بأي سوق به متداولين كذلك شهرين مجانين مجموعتين نقاشات فوريكس وعملات ومجموعته تحليل ومجموعة تحليل يومي في اي بيل دهاب ليور دولار بيتكون وداوت جونز شهرين مجانا زائد دورتين الكل بمئة وسبعة وتسعين دولار هاتين الدورتين صالحتان في اي سوق به متداولين سواء كان فوريكس اسهم عملات مواد اولية وكذلك اي نوع تداول مضاربة يعني مضاربة لحظية مضاربة يومية او حتى استثمار اذا عرضتم استغلال هذا العرض قوي جدا الرابط اسفل في تعليقات اول رابط وفي صندوق الوصف اول رابط تضغط عليه تتحدث مبعين باشرة على الخاص على التليجرام من الذي يجعبك وتبدأ دورتك تدريبية وان شاء الله تحترف في اسرع وقت ممكن لا تنسوا كذلك انت تذهبوا الى الموقع ببرويف تريدر دوت كوم ببرويف تريدر دوت كوم في مقالات وفي كتب يمكنكم تحملها مجانا مثل دليل اساسي الشموع الياباني المتدين تضغط على يبدال مجانا تضع يملك الخاص وتصلك الكتب تحذير التداول مهنة خطيرة يمكن ان تخسلك اموالك لذلك كل ما نقوم به في القناة وده مغزى تعليمي وتثقيفي مئة بالمئة لا نعطيه لا ناسا احمالية ولا استثمارية ولا توصيات اذا ضغطت على زر الشراء والبيع انت المسؤول مسؤولة تنتم مع قراراتك قناة العملية في الكديم لا تتحمل اي مسؤولة كل ما نطلبه منك هو انتراقب تقارن تشاهد واذا عجبتك الطريقة يمكنك ان اندوم الى دورتنا والى عروضنا ماذا لدينا في البيتكوين اليوم اذا لاحظوا نحن لازلنا في منطقة صعبة شوي لماذا لانه لا نعرف هل هذا فعلا هو التصحيح اذا كان هذا فعلا هو التصحيح يجب ضروري ومؤكد ان يتم كسر هذا المنطقة مستوى السبعة عشر الف وسيط ضروري ان يتم كسر هذا القاعدة اذا كان هذا تصحيح طيب بنيته كما ترون عبارة عن موجات تصحيحية اذا يعني هناك هذا عبارة عن تصحيح لكن المشكلة هو انه بنية هذه الموجة الهابطة لكي تكسر القاع غير مكتملة غير مكتملة اذا يجب تكميل بنية هذه الموجة بكل بساطة اذا لاحظوا معي الان عفوا لكي اكمل بنية هذه الموجة احتاج ان اكون يعني محترفة لانه التداول ليس بتلك المهنة السهلة البسيطة يجب ان تكون لديك تفكير احترافي طيب هذه الموجة كما تلاحظون لديها فيها هذه الحركة غير طبيعية اذا هذا الحركة غير طبيعية اما ان تقفل او تكون داخل في هذا النموذج يعني اذا كانت داخل في هذا النموذج اكسباندين لانه هذا كونتراكتر وهو كذلك غير طبيعي في السوق اذا اذا كانت اكسباندين هذا الموجة اتحدث عن الموذج اذا داخل في هذا الاكسباندين يكتمل هذا التصحيح بكسر قمته ثم يعود خلاص اكتملت البنية اي موجة دافعة تصحيح يلي الصعوب لكن سيبقى لديه دائما المشكلة هذه المور نفترض انه لا تنتمي الى هذا الاكسباندين اذا كانت لا تنتمي الى هذا الاكسباندين يعني في المستقبل ستقفل اذا كل ما يحتاجه اولا ان يكتمل هذا التصحيح اللي موجود فيه الان اللي هو هذا النموذج لاحظوا هذا سيكتمل بكسر هذه القمة مستوى العشرين الف واربعمائة عندما يكسر هذه القمة اذا كسر وعاد اوكي سيصبح لدي احتمال هذه الحركة هنا كذلك حتى يكون لديه هذا النموذج لكل يعطي الموجة الان ثم بعد ذلك ساحتاج الى النزول الاخير قبل الصعوب قبل الصعوب اذا هناك تعقيد بعض الشيء في بنية البيتكوين حاليا معقدة لانه بقعد عدة احتمالات لازلنا المصير للاحتمال الصعب او المئة بالمئة المؤكد حاليا اذا كيف ساتصرف مع البيتكوين ساتصرف معه على المدى القصير عندما يكون اكون في مثل هذا المشكل دائما ابحث عن صفقات على المدى القصير يعني يجب ان تكون لديك استراتيجيات وتكون محترف لتبحث عن التدور على المدى القصير اما الاستثمار ليس الان لا يمكن الاستثمار في البيتكوين الان اذا كل ما اريدنا ارى هو اولا انزل الى فريم الساعة وارعى هناك اي شيء اذا لاحظوا يمكن ان يكون لاحظوا معي يمكن هذا النزول ان يكون وهذا النزول رانين ثم يعود البيتكوين لاحظوا لدي نطاق هنا اذا عاد البيتكوين فهذا يقول لسعود لكسر القمة جميل جدا يمكن استغلال هذه الفرصة ومن هنا يمكن استغلال فرصة النزول لكسر هذا القاع اللي هو مستوى ثم بعد ذلك اذا حصلت على فرصة للسعود لاخذ هذا الحركة جميل جدا احصل على هذه الحركة ثم بعد ذلك ابحث عن النزول لكسر القاع ومن هنا ابحث عن الاستثمار لاحظوا كم من الوقت يلزم لازل هناك وقت كبير قبل البحث عن الاستثمار طيب نفترض ان البيتكوين لا يريد ان يقوم بعض الامور كيف ساتصرف معها كذلك انا اعطيكم كل السيناريو هذا وكل الاحتمالات لممكنة كيف ساتصرف معها لاحظوا معي كل ما اريد ان ارى هو كسر لهذه القمة مستوى اثنين وعشر الف وتمانمائة واثن عشر دولار يعني اريد ان ارى بتكون يسعد بقوة ليس فقط صعود ويصحح لماذا يصحح لأولغي احتمال ان يكون هذا للنزول ان يصحح تصحيحا واضحا في هذه المنطقة ويبقى التصحيح في تورت الاخير ومن هنا ابحث عن الصعود وعندما يكسر قمة هذا المستوى اي مستوى الخمسة وعشرين الف وثلاثمائة واربعة وثلاثين دولار لاحظوا عندما يكسر وحول وقف خسارتي لمنطقة الدخول لماذا لاحظوا الماذا عندي الموجة تتذكرون هذا النزول قلنا انه على شكل WXY اذا ازلنا هذا التريندلاين نفترض ان البيتكوين سعد وكسر مستوى خمسة عشرين الف وثلاثمائة 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 وحولت وقف الخسارة هناك احتمال كبير جدا ان يكون هذا نموذج لنزول اخير وسيكون هذا التصحيح مساوي لهذا التصحيح WXYXZ اذا هذا النزول لا أريد أن أخسر مالي في هذا النزل إذا كنت داخل في هذا الشرع لذلك أريد أن أحول خسرتي عند كسر القمة تلاحظون إذن دائما أعرف دائما أعرف مناطق المهمة المناطق المهمة المناطق التي يجب أن أكون فيها حذرا المناطق التي يجب أن أبتعد فيها عن السوق تلاحظون إذن لهذا قلت لكم أنه إذا أردت البحث عن الصعود يجب أن ننتظر أن يتم كسر هذه المنطقة ويصحح ثم عند كسر هذه القمة أحاول أن يخسر إلى بريك إيمان لأنه لا زال أمامي مشكل آخر عويس على فريم اليومي اللي هو WXY التي لم تكتمل التي قد تكتمل بXZ لنك احتمال إذن سيناريو الهبوط هو صعود كسر القمة ثم نزول لكسر القاعة ثم صعود ثم نزول ومن هنا نبحث عن الاستثمار أو إذا أردني أن يسعد من هنا أوكي يسعد يصحح يعطني تصحيحا في الثلاث الأخير يبقى لي على مستوى 22800 دولار يكسر أبحث عن الصعود يكسر قمة هذا القمة مستوى 25300 وحاول لقى خسر إلى بريك إيمان لأنه احتمالا يعود إذا عاد أخرج وأبحث عن النزول لكسر القاعة 17600 تلاحظون إذن لدي كل الصورة الواضحة للبيتكوين أعرف متى أبحث عن البيع أعرف متى أبحث عن الشراء أعرف متى أتوقف عن البيع وعن الشراء أعرف متى أبحث عن الاستثمار أعرف متى أبحث عن المضاربة اللحظية المضاربة اليومية كل هذه الأمور أعرفوها متلاقا من تحليل الموجي والPrice Action إذن يعطي يعني صورة واضحة إذن هنا ينتهي تحليل اليوم للبيتكوين أتمنى أنكم تستفيدوا من هذه الفيديوهات فجروا لايكات ضعوا تعليقاتك ما سلجوا شاركوا هذه الفيديوهات مع أصدقائكم وتستغلوا هذا العرض هذا أقوى عرض يمكنك الحصول عليه في عالم التداول الرابط أسفل في تعليقات أول رابط وفي صندوق الواصل أول رابط لا تنسوا هدفنا وتعليمكم أنا للم يعرفك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته